المدير الفني لمنتخب البرتغال للفوتسال يفاجئ منتخب المغرب للفوتسال قبل المواجهة المرتقبة في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للفوتسال أسباكستان 2024 مدرب البرتغال بيقول تصريحات قوية ومهمة جدا قبل مواجهته لمنتخب المغرب للفوتسال هقولك على التصريحات وأقولك على ردة فعل المدير الفني لمنتخب المغرب هشام الدكيك وكل التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله متابعة مستمرة لبطولة كأس العالم للفوتسال أسباكستان 2024 النسخة رقم 10 أدعوك للاشتراك في القناة لمتابعة الإحداث الرياضية ومن فضلكم اعملوا لايك للفيديو عارفين أن احنا بينتظرنا مباراة قوية جدا لمنتخبنا المغربي للفوتسال ضد منتخب البرتغال في الجولة السالسة على صدارة المجموعة الخامسة عايز أذكرك أن المجموعة الخامسة اللي بتضم البرتغال والمغرب وبنما وتجاكستان لعبنا في الجولة الأولى مبارتين منتخب المغرب بيفوز على تجاكستان 4 مقابل 2 ومنتخب البرتغال فاز على منتخب بنما 10 مقابل 1 رحنا للجولة الثانية فاز منتخب المغرب على منتخب بنما 6 مقابل 3 وفاز منتخب البرتغال على منتخب تجاكستان 3 مقابل 2 لأصبح ترتيب المجموعة الخامسة قبل بداية الجولة الثالثة والأخيرة البرتغال ست نقاط والمغرب ست نقاط تجاكستان صفر نقاط وبنما صفر نقاط ولكن يتفوق المنتخب البرتغالي على منتخب المغرب بفارق الأهداف عندنا جولة تالتة وأخيرة وحاسمة في هذه المجموعة هتكون يوم الأحد 229-2024 22 سبتمبر عندنا مباراتين المغرب ضد البرتغال واحدة ونصف زورا بتوقيت المغرب وعندنا بنما ضد تجاكستان واحدة ونصف أيضا بتوقيت المغرب مدرب البرتغال خرخي أشاد بالإمكانيات الكبيرة لمنتخب المغرب للفتسان وقال أنه بيحترم الإمكانيات والجرأة والنتائج السابقة والإنجازات اللي عملها منتخب المغرب للفتسان الناس بيقولوله أنك يعني كان عندك بعض المشاكل في مبارات تجاكستان قال ده أمر كرة القدم أو دحها لكرة القدم ولكن جئنا هنا لتصدر المجموعة سألوه على مواجهة المغرب قال لهم جئنا لتصدر المجموعة ونلعب على صدارة المجموعة عندما نواجه منتخب المغرب للفتسان في المواجهة الأخيرة يعني مدرب البرتغال خرخي مدرب منتخب البرتغال للفتسان قال أنه بيحترم منتخب المغرب بيشيد بإمكانيات المتخب المغربي في الفترة الأخيرة عارف الجرأة الموجودة عند لعب المتخب المغربي ومتخب المغرب مع المتخبات الكبيرة في الفترة الأخيرة أيضا قال أنه جاء لتصدر المجموعة أخذ ست نقاط من المباراة الأولى والمباراة الثانية وعايز يأخذ الثلاث نقاط بتوع مباراة المغرب طبعا إحنا تمنيتنا للمتخب المغربي بالفوز إن شاء الله مدير فني بيقولك أنا جاي ألعب على الصدارة جاي ألعب على الفوز وداخل مباراة المغرب على الفوز على الجهة الأخرى هشام الدكيك صرح بعض المباراة مباشرة مباراة بنما والمغرب وقال مندهش من بعض الذين لا يعجبهم أداء لعب الأسود رغم التأهل المبكر للسمن النهائي وأضاف أكره المقارنات فلا يمكن مقارنة أداء المغرب أمام بنما بأداء البرتغال أمام نفس الخصم نظرا لاختلاف ظروف المباراة وتابع فوزنا بسهولة دون عناء وحسامنا التأهل دون الشعور بالخطر ورغم ذلك البعض لا يعجبهم الوضع الحالي لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب المغربي بكأس العالم نضمن التأهل بعد خوض مبارتين فقط فالمنديال لا مكان فيه للمنتخبات الصغيرة لن أسمح بتسلل الإحباط إلى نفوس اللاعبين وسنلعب أمام البرتغال من أجل الفوز تصريحات قوية من هنا ومن هنا منتخب البرتغال عن طريق مدربه خارخي يؤكد أنه جاء لصدارة المجموعة وسيلعب على الفوز بالنسبة للمباراة الأخيرة أمام المنتخب المغربي أيضا المدير الفني لمنتخب المغرب قال لن أسمح بتسلل الإحباط لنفوس اللاعبين لأول مرة منتخبنا المغربي يتأهل إلى الدور الثاني بسهولة وبدون عناء وبالتالي سيلعب أيضا على الصدارة أمام البرتغال وبالتالي سنرى مباراة قوية جدا 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 ما بين المغرب والبرتغال على صدارة المجموعة الخمسة إن شاء الله كل الدعم والمساندة والدعاء بالتوفيق لأسود القاعة منتخب المغرب إنهم يفوزوا إن شاء الله على منتخب البرتغال ويتصدروا المجموعة عايز أقول لك إن المتخب المغربي لعب منتخب البرتغال في البطولة اللي فاتت اللي فاز بيها منتخب البرتغال بلقب البطولة وتعدله 3 مقابل 3 عايز أقول لك أيضا إن متخب البرتغال فاز على تجاكستان بصعوبة 3 مقابل 2 رغم إن إحنا المغرب لما فاز على تجاكستان 4 مقابل 2 خرجت بعض الأصوات وقالت إن الأداء ما كانش ولابد المنتخب المغربي فاز بفرق هدفين على تجاكستان لكن البرتغال فاز بفرق هدف واحد الكفة متساوية الآن في عدد النقاط وإن شاء الله إن شاء الله المنتخب المغربي يحسمها في الجولة الأخيرة تصريحات قوية من هنا ومن هنا الجميع يصق في لاعبيه الجميع يصق في منتخبه ولكن إحنا كلنا صقا في هشام الدكيك ولاعب المنتخب المغربي رغم الإصابات الكتيرة اللي عصفت بمنتخب المغرب ولكنه قادر على تجاوز هذه الأمور إن شاء الله بإذن الله في الجولة التالتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته